البعض يتساءل وهذا سؤال رائج وشائع يعني من قام بتشييد 500 كم من الأنفاق لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إلي المدنيون خلال القصف؟ نحن نشيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات نحمي مقاتلين من الأنفاق أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأن 75% منه لاجئين واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم مسؤولية الاحتلال في أن يقدم كل تبعاً لاتفاقية جنيف الدولية أن يقدم لهم كل الخدمات وهم تحت الاحتلال